من عليه؟ إنه هو يمضي هذه الورقة ويبعثها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم إيه اللي حصل؟ اللي حصل لدكتور علاء عبد العزيز هو اللي مضى على الورقة دي واتبعتت فلما اتبعتت الورقة للاتحاد الدولي لكرة القدم رد الاتحاد الدولي مرتين بالمناسبة مرتين قال لهم يا جماعة إحنا عايزين أو لن نقبل هذه الاستمارة إلا بإمضة المدير التنفيذي للاتحاد المصري في المرة الأولى المرة الثانية بعت لهم قال لهم لن نرضى بهذه الورقة بسببين السبب الأول وتقريبا الكتف في معظم المواقع إنه هو إن الحروف جاية كابتل يعني جاية كبيرة وبالتالي هم كانوا شكين في إن الموضوع دي يكون صح أو غلط فكان لزاما على اتحاد كرة القدم إنه هو يمضي المدير التنفيذي يمضي على هذه الورقة أو هذه الاستمار فاللي كان ماضي عليها دكتور علاء عبد العزيز فلم تقبل في الاتحاد المصري لكرة القدم ده ملخص الموضوع وهو الموضوع مشي بالطريقة اللي أنا بكلم حضراتكم بها دي الاتحاد المصري بعد يوم 15 التأكيد جاه إن الورق وصل يوم 19 اللي هو كان آخر يوم في أو تم قفل باب التصويت في يوم 19 تماني هو ده اللي حصل بالزبط من يوم 15 إلى يوم 19 اتبعت مرتين يا جماعة عايزين إمضة المدير التنفيذي يا جماعة عايزين إمضة المدير التنفيذي لأنه يقبل بهذا الشكل كل ده بان إزاي؟ كل ده بان لما الاتحاد الدولي أعلن بعد الاختيار بعد اختيار ليوميسي كأفضل لاعب في العالم أعلن في الاختيارات أعلن بقى الدول اللي قالت أو الدول المديرين الفنين للدول اللي عملت وقالت من يستحق أن يكون الأفضل وبالتالي لما جينا مبصينا على ناحية مصر ما لقناش غير الصحفي هاني دانيال بالمناسبة أنا ما عنديش اعتراض أن أنت يكون كهاني دانيال يعني ما عنديش اعتراض أن أنت يكون عندك قناعتك الشخصية الشخصية والاحترافية زي ما هو قال ولكن أين قناعتك الوطنية قبل القناعات الشخصية والاحترافية أنا أنا بكلم على نفسي يعني لو أنا اللي قدامي الاستمارة دي حتى لو لم يكن محمد صلاح يستحق أن يكون الأول أنا بحط بلدي بحط مصر بحط اسم مصر ما بحطش اسم حد تاني ما بحطش اسم بلد تاني تخيلوا حضراتكم لو محمد صلاح كان متواجدا ضمن التلاتة الكبار حتى لو حفكر فيها أنا كإسلام ماليش دعو هو رجل صحفي له على رغم من أن أنا مثلا بقالي عشرين سنة أو أكتر خمسة وعشرين تلاتين سنة لو أحد في عالم كرة القدم معرفش الأستاذ هاني دانيال الحقيقة حتى هذه اللحظة أنا معرفوش لكن من الممكن جدا والله ده لا تقليل منه ولا أي شيء ولكن أنا لما سألت معظم أصدقائنا الصحفيين معظمهم ما كانش يعرف هذا الاسم فبالتالي على أي أساس تم اختيار وأنا بشكر جدا 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 لأستاذ حسن خلاف الله أستاذ حسن خلاف الله خلاف الله رئيس رابطة النقاط الرياضيين أرسل للاتحاد الدولي قال لهم يا جماعة من فضلكوا بعد كده لما تيجوا تعملوا حاجة إحنا عندنا ستمائة ستمائة صحفي ستمائة صحفي مقيدين ضمن كأنهم صحفيين رياضيين ضمن رابطة النقاط الرياضيين ستمائة صحفي فحضرتك ما اخترتش من الستمائة صحفي اخترت واحد برا ستمائة صحفي لمجرد أنه بيرسلك كتير وبيوصلك كتير وبيبعثلك كتير فأنا بشكر جدا الأستاذ حسن خلاف الله على هذا الموضوع لأنه خلال الفترة القادمة ممكن يحصل الموضوع ده مرة تانية وبالتالي ان شاء الله يتم الاختيار من وسط زملائنا الصحفيين اللي منها الممكن جدا أنهما يكون عندهم قناعات شخصية ولكن معظمهم برضو أو كلهم الحقيقة عندهم نزعة وطنية كبيرة جدا أنا وجهة نظري هو ما أخطأش بالمناسبة هو من وجهة نظره شاف أنه هو بيتعامل باحترافية مع هذا الموضوع أوكي أوكي انت حر فيش مشكلة تعامل باحترافية وعمل اللي انت عايزه ما عندناش اي مشكلة في هذا الموضوع ولكن لو أنا أنا برضو ما عرفش أي حد تاني هيعمل ايه لو أنا اللي هختار أنا هيبقى عندي نازع وطني نازع وطني إن أنا أشوف أشوف محمد صلاح الذي يمثل هذا البلد الكبير مصر موجود في التلاتة الكبار والتلاتة العزام فبالتالي ما عرفش كل واحد له وجهة نظره في هذا الموضوع ولكن أنا بكلم حضراتكم بوجهة نظر أنا الشخصية بعيدا عن أي حد تاني فكل اللي أنا بقوله ده إن ده اللي يدل أن هناك عشوائية في الإدارة خلال الفترة السابقة الحقيقة برضو وخلونا أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوقعية اللجنة الخماسية التي تديري اتحاد كرة القدم المصري حتى هذه اللحظة الناس من الناحية التنظيمية عاملين شكل جيد جدا 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 وشكل رائع جدا جدا